السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح استكمل معاكم الشرح مثل ما قلنا الفيديو اللي راح نسوي راح يكون عن فتاة تذهب الى رحلة مدرسية بالفيديو السابق احنا اخترنا الباكي جراوند حل غرفة المعيشة والحي راح نروح على ايقونة الاشكال عشان نختار الاثاة الخاص بغرفة المعيشة عشان تبين معانا الغرفة كغرفة معيشة راح نروح على هوم عشان الاشكال اللي راح نختارها راح تكون مرتبطة بالهوم راح نختار ساعة حائق مثلا راح نصغرها شوي ونحطها بالمكان اللي يشوفها مناسب نحطها هني مثلا بعدين راح نختار نافذة مثلا هذي النافذة راح نحطها هم بالمكان اللي يشوفها مناسب هني مثلا ونصغرها شوي راح نختار هم كرسي حق غرفة المعيشة مالتنا نصغر الكرسي شوي ونحطها بالمكان اللي نشوفها مناسب هذا بالنسبة حق غرفة المعيشة الحين راح نروح على characters الطفلة اللي راح نستخدمه راح اختار هذي الطفلة راح أصغرها عشان تناسب الباكي جرون بمالنا ونزلها شوي تحت انا بالطفلة أتلوح بيدها راح اختار هذا الأفكت ورح أحط التكست اللي أبيه أو مربع الحوار اللي أبيه طفلة جقولة رح أروح على تكست وأختار مربع الحوار اللي أبيه مثلا هذا طبعا البرنامج لا يدعم إلا اللغة الإنجليزية فكل الحوارات اللي رح نحطها رح تكون باللغة الإنجليزية رح نطق على هذه الأدات رح نكتب hi my name is Sarah رح أروح على هذه الخانة وأغير الخط نوع الخط أحط هذا مثلا وأغير حجم الخط أخلي 25 مثلا وأغير اللون اللي مربع الحوار مربع الحوار أخلي وردي مثلا وأصغر مربع الحوار مالي وأحطه بالمكان اللي أشوفه مناسب بعدين أضبط التوقيت مالي أبي مثلا هذه الطفلة تظهر من بداية الفيديو للثانية الرابعة وأبي مربع الحوار يظهر معي من الثانية الأولى للرابعة نفس الطفلة بعدين رح نختار characters ثاني لأن أبي الطفلة تقول حوار آخر لازم أخلي حجم الطفلة نفس حجم الطفلة اللي وراها فراح أروح على الشبكة وأقيس عشان أقدر أخليهم نفس الحجم أتأكد أنهم نفس الحجم بالضبط وأحطها وأحطها على الطفلة وأخلي هذا الطفلة تظهر من بعد الثانية الرابعة أي بعد اختفاء الطفلة الأولى للثانية العاشرة بعدين أشيل الشبكة وأخليها تقول الحوار الثاني مثلا أختار مربع الحوار هذا وأكتب الكلام اللي أنا بي رح أكتب أنا متشوقة للذهاب إلى الرابعة أنا متشوقة للذهاب إلى الرابعة الرحلة المدرسية الآن رح أروح على هذه الخانة ونضبط الخط رح نغير نوع الخط نغير حجم الخط ونغير بالباكدروند مع المربع الحوار ونصغر مربع الحوار مالنا وأجزة في المكان اللي أشوفها مناسب وأخلي يطلع من بعد الثانية الرابعة يعني هني للثانية الأخيرة هذه هي الشريحة الأولى الحين رح نشوف الشريحة الأولى مع بعض صفايت transistor Herren لن عبر و trov parte هذه هي الشريحة الأولى الحين رح ننتقل حق الشريحة الثانية اللي رح توضح لنا أن القفلة رح تحق المدرسة من خلال باص المدرسة رح نزيد شريحة rian راح نختار ال Background المناسب راح نوح على صوب ال Background ندور على خانة Outdoor وندور على الشارع هذه مثلا نوضح لنا الشارع والمدينة بعدها راح نختار characters الطفلة مالتنا راح نصغر الطفلة شوي بعدها راح نختار تأثير ان الطفلة بالباص المدرسي راح ندور هذا هو ورح نكبر عشان يكون بمخاذات الشارع الآن راح نتعلم شون نخلي الباص يمشي من بداية الشارع لآخر الشارع فش راح نسوي راح ناخذ الباص نخلي بره الصورة ونطق عليه نروح على Move هذه الأداة نطق عليها نروح على Start نطق على Start بعدها راح نمسك characters مالنا ونمشي فيه راح يطلع لنا نفس خيط مطاطي نمشي فيه لآخر الشارع البدوء بعدها راح نطق على أدد Pen حيث تأكيد العملية مالتنا أنا أبيها تصير مثلا طول الفيديو شدي الآن راح نحط صوت السيارة وهي تمشي راح نروح على Music ندور على صوت السيارة وهي تمشي ندور على كار كار نسمع راح نختار هذا الصوت نروح على خانة الميوسيت نطق عليها ناخد هذا نجزه على صوب تأثيرات الشخصيات ونجزه هنا من أول فيديو إلى آخر مثلا الآن الآن راح نشوف كل الشغل اللي شويناه مع بعض راح نطق على هذه العلق هنا مثل ما شفنا هني السلايد اللي راحت فيه الطفلة حق المدرسة من خلال الباصل المدرسة الحين راح ننتقل حق السلايد الثاني اللي راح تكون فيه الطفلة وهي برحلة المدرسية اللي راح تكون حق البحر أو حق البيت راح نحط على Added ستقوم ندور على باكين جراوند عن البيتش ننوح على باكين جراوند ندور ونروح على خانة البيتش ونختار مثلا هذي باكين جراوند الحين راح ننوح على characters والطفلة مالتنا نختارها ننصغرها شوي الحين راح نختار تأثير الطفلة وهي تلعب الرمال راح ندور على هذا التأثير مع بعض هذا هو راح ننطق عليه راح ننطق عليه بعدين راح ننصغره عشان يكون مناسب حق الباكين جراوند مالنا راح ننصغره شوي بعد الحين راح ندخل طفلة ثانية تطلب من الطفلة الأولى انها تلعب معاها بالرمال راح نختار characters ثاني حد طفلة ثانية راح نصغرها شوي راح ندور على تأثير وهي تمشي هذا هو راح نخلي بالجانب الثاني نفس ما تعلمنا ننوح على هذه الأداة ننطق عليها طارد تمشي بالجهة الثانية الحين راح نصغرها أكثر ننبيها بنفس حجم الطفلة الأولى راح نطلعها بره راح نخليها تمشي للطفلة اللي قاتل عب بالرمال راح نطق على move بالأداة move نحط start نحش ما تعلمنا ونخليها تمشي للطفلة له ونحط edit pen راح تكون صورة الطفلة اللي تلعب بالرمال طول الوقت أما صورة البنت وهي تمشي راح أخليها من الثانية الثانية للثانية الرابعة راح أحط عليها تأثير مشي راح أروح على الميوزيك راح أدور على تأثير حق المشي أروح على صورة human وندور على تأثير أحد يمشي مثلا هذا التأثير نروح على خانة الميوزيك ونحطها بصوب تأثيرات الشخصيات بعدين نشوف وقت ظهور الطفلة نوازيم مع مشيتها نخليه هنا مثلا ثانية 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 بالفيديو القادم راح نستكمل باقي الشغل مال الرحلة الخاصة بالطفلة se تأثير التحقيق الانعيوزيك السمع